مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم طبعا حادث أليم حادث بشع حادث لا يرتكب إلا مجموعة من الإرهابيين والقتل والمجرمين وأدعياء الدين حادث تم استنكاره من كل المنظمات والدول في العالم ولكن احنا بنتوقف عند حادث ضعفي أكتر من 28 أو 30 شهيد من خيرة شباب مصر من خيرة أجناد الأرض إلى جانب المصابين طبعا اللي بنتمنى لهم الشفاء العاجل هذا الحادث ليس الأخير وليس الأول سبق حوادث ممثلة كثيرة كلها كان بيتحكم فيها أكتر من عنصر يستحق التوقف والدراسة عنصر التوقيت عنصر المكان والزمان طبعا إلى جانب عناصر التمويل ومن هي الجهات التي تقف وراءه الحقيقة لما نختزل الموضوع فقط في جماعة الإخوان الإرهابية نبقى برضو يمكن بنقزم الموضوع إلى حد كبير لأنه حتى في كلمة الرئيس سيسيا اليوم ذكر بأن هناك جهات خارجية تقف وراء ما حدث وتقف وراء استهداف جيش مصر بل وتستهدف الدولة المصرية بأكملها هناك عملية استهداف لمصر نعم هناك عملية استهداف ورغبة في هدم الدولة المصرية يعني بدأ يدوب تقف على رجليها وتخرج من عنق الزجاجة وتبني المستقبل الجديد نعم هناك خطة منظمة نعم عمليات إرهابية ولكنها ليست عشوائية ليست حرب شوارع وإنما هي استراتيجية مدروسة ومنظمة ومقصودة في أكثر من منطقة من مناطق بلدنا الحبيب كل ده طبعا لابد أن نتوقف عنده إلى جانب طبعا مراعاة أسر الشهداء وما يجب أن يتم بالنسبة لهم إلى جانب قراءة كاملة للمشهد إنما اللي عايزين نقوله أنه بعد هذا الحادث وبعد كل حادث بنكرر وبنقول أبدا لن تنكسر الدولة المصرية أبدا لن ينكسر المواطن المصري ويمكن من هذا المكان ومن أيام قليلة كنت جالس هنا وكان معي السيد مخافص السويس وكنا بنحتفل بأعياد مدينة السويس وتكلمنا عن بسالة شعب السويس وبسالة المواطن المصري في أكثر من مناسبة حتى لما تذكرت لما كان فيه أطرحة أطرحت بالأمس عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة كما حدث من تهجير لمدن القنال وقت الحرب في السابق بنقول أنه ممكن التاريخ بيعود نفسه مع اختلاف العدو أو مع عدو ممكن يكون متستر ومختفي وراء عدو آخر كل ده طبعا إلى نحاول أن نحن نحلله ونفنده اليوم وموضوعات أخرى وزوايا أخرى مع ضيوفنا في الستوديو إنما أنا عايز أقول أن الإنسان المصري والمواطن المصري ومش بس الجندي المصري لأن الجيش المصري هو جزء من الدولة المصرية إنسان قوي إنسان مصر على بناء دولته إنسان مصر على حماية نفسه وإنسان مصر على البقاء إحنا بيسعدنا يكون معنا في الستوديو اللواء أركان حرب أحمد يوسف الخبير العسكري ومدير أكاديمية نصر العسكرية السابق أيضا كان قائد قوات السعقة الأسبق وأيضا كان قائد قوات حرس الحدود السابق وده حتكون من الزوايا المهمة جدا إنه حتكلم معاه وحيشرح لنا فيها نقاط كثيرة اليوم أهلا بحضرتك معنا أيضا المفكر الإسلامي الكبير أستاذ دكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بجامع القاهرة والأستاذ في الفقهة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الحقيقة طبعا يعني هو الحادث مش محتاجين إن إحنا نقول إن إحنا بننعي بالأسى وبالأسف أسر الشهداء وبنعتبرهم شهداء عند الله إنهم بالفعل شهداء لأنهم كانوا بيقوموا بواجبهم المقدس كانوا بيحموا حدود بلدهم وسبقوا حوادث بمثلة يمكن العدد هو اللي زايد هذه المرة إنما يعني اسمح لي معلش أبتدي بحضرتك عشان أنا عايز أتكلم برضو عن حاجة لمن يدعي ويغالط ويقول المصالحة وفتح الحوار مع الآخر ومحاولة تقبل الآخر أي آخر أنا عايز أتكلم من الزاوية الدينية في البداية هل جماعة الإخوان الإرهابية التي تطلق على نفسها جماعة الإخوان للمتعة المسلمة هل هذه الجماعة والجماعات التكفرية الأخرى لها من الدين الإسلامي في الشيء لأنه ما نعلم أن الدين يرفض التحزم ويرفض التجمعات ويرفض الجماعات ويرفض الانشقاق وهل هذه الجماعات نقدر نعتبرهم يعني نقول إيه هم خوارج هذا الزمن بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي في البداية أن أشكرك وأقدم صادق التعازي والمواساة لأسر الشهداء ونحن جميعا من أسر هؤلاء الشهداء شعب مصر كله أسرة واحدة وأمة واحدة فأقدم أصدق التعازي والمواساة لكل أم ولكل زوجة ولكل ابن ولكل أب في هذه المحنة الكبرى التي حلت بمصر وبجميع أسر مصر بمناسبة ما حدث في شمال سيناء وكما تفضلت سيادتك في بداية الحلقة بالآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذه المحن ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى كما قال أيضا في سورة البقرة يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم شباء الابتلاءات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ففي كل محنة تكون منحة نحن في محنة من قتل هؤلاء الأبرار الشهداء ولكنها منحة من الله سبحانه وتعالى بالصلوات والرحمات التي تتنزل على هؤلاء الشهداء وعلى أسرهم وعلى كل شعب مصر إن شاء الله نحن في طريقنا إلى الأمن والأمان الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وحكم به ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين آمنين إن شاء الله دائما بهذه الآية الكريمة نستطيع أن نقول إن مصر ستبقى في أمان وأن هذه الزوابع كلها مهما حدثت لن تكسرها ولن تكسر شعبها ولن تكسر إرادتها بل ستزيدها قوة وصلابة وعزما من حديد إن شاء الله إن شاء الله أما بالنسبة للجماعات ووضع هذه الجماعات من الدين أما بالنسبة للجماعات التي تنسب ذلك إلى الدين وتدعي أنها من أهل الدين وأن ذلك جهاد في سبيل الله وفي سبيل الدين فهذا كله كذب وهراء لا أساس له من الصحة فالدين الذي ننتمي إليه يأمر بالمحافظة على الأنفس يأمر بحرمة الدماء وحرمة الأعراض ويجعل ذلك من مقاصد الشريعة ويقول وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ ويقول أيضا تهديدا لهؤلاء ألسنا مسلمين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا يحل لمسلم لا يحل لمسلم أن يقتل مسلما أبدا لأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فهذه الجماعات التي تدعي الإسلام وأن ذلك في سبيل الإسلام وفي سبيل الدين بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وعن أهداف الإسلام وعن مقاصد الشريعة الإسلامية التي تصون الدماء وتصون الأعراض وتجعل حفظ النفس من مقاصد الشريعة الكلية وبالتالي فيتدعو إلى الفرقة اللي نهان عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهان عنها القرآن الكريم ونهان عنها القرآن الكريم طبعا وتذهب ريحكم وتذهب ريحكم وبالتالي طبعا حتى هنا بقى عنصر التوقيت لو نائشناه ليس له مخلم الإعراب عند هذه الجماعات إنهم يقوموا بهذه الحوادث الإرهابية الدامية ونحن نستقبل عام هجري جديد كل عام وأنتم بخير طبعا فطبعا فطبعا يعني ده ليس له قيمة بالنسبة لهم يعني أنها جماعات تتسطر وراء الدين جماعات تتأسلم لتغطي وجهها الإرهاب الحقيقي سيادتك فتحت لي حتة صغيرة بمناسبة الهجرة معلش تسمح لي أعلق عليها إن هذا الإرهاب الأسود القذر الموجود لم يكن أيام هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من المشركين المشركين الذين ضيقوا على الإسلام وعلى المسلمين في مكة 13 سنة وبعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبعض أصحابه أن يخرجوا من هذا الإرهاب إلى النجاش عظيم الحبشة في إثيوبيا الآن وأمرهم أن يخرجوا إلى المدينة وانتظر وعد الله سبحانه وتعالى وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر كما نعلم إلى المدينة حيث المستقر وحيث الأمن والأمان إن شاء الله فأين كان الإرهاب في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المشركين وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر الخوارج نعم وتفرقت فرق وأحزاب نعم من هنا كان الرفض في الدين الإسلامي إلى التفرقة وإلى الأحزاب والفرق المختلفة اللي حصل النهاردة أحسان طيب اسمحني أنتقل لضيفي العزيز النوائر كان حرب أحمد يوسف والحقيقة قبل ما ندخل في تفصيلات عسكرية وأمنية عايز أعرفها من خضرتك عايز بس أعرف قراءتك لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لأنها تحمل أكثر من معنى أكثر من رسالة يعني هو ذكر أنه هذا الإرهاب وهذا الحدث الإرهاب يستهدف الجيش المصري يستهدف الدولة المصرية ككل بالتالي أن الجيش والدولة كيان واحد أنه بيستهدف تعطيل المسيرة وأنه بيستهدف ضرب الصميم اقتصاديا وبالتالي طبعا اجتماعيا ومعنويا فكنت عايز أعرف قراءة حضرتك لما استخلصتوا من كلمة الرئيس اليوم بداية طبعا يعني أنا أشترك مع السيد الدكتور ومع حضرتك في تقديم التعازي لكل الشعب المصري ويعني إن شاء الله نحتسب هؤلاء الشهداء يعني شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله الحقيقة أنا توقفت أمام يعني نقاط مهمة قوي في حديث سيد الرئيس النهاردة يمكن بداية لما يعني سيدته أشار إلى الدعم الخارجي للإرهاب والحقيقة هنا الدعم الخارجي يعني أنا يعني الدعم المادي ممكن كلنا نعرفه ثم دعم المادي متمثل فيه فلوس بتمول هذه الجماعات ثم أسلحة أسلحة بتصل إليهم بشكل أو بآخر عبر الحدود أيضا فيه دعم معناوي الدعم المعناوي وهو الدعم في وسائل الإعلام المختلفة في دول كثيرة كلنا نعلمها لا تقبل لمصر أن تقوم وأن تنهض أيضا الدعم الخارجي ده ممثل فيه دعم لجستي لهذه الجماعات من خلال قنوات معينة أيضا دعم في إنهم بيوفر لهم ملاز آمن في دول كثيرة بيجتمعوا ويقططوا ويدبروا لأعمال إرهابية داخل مصر الدعم الخارجي ده دي إشارة صريحة من رأس الدولة أن علينا أن ننتبه أن هناك قوة خارجية بتدعم هذا الإرهاب داخل مصر هذا الدعم أعتقد أنه إن شاء الله هناك إجراءات لتكفيف منابع التمويل ومؤسسات كثيرة بتعمل في هذا الاتجاه وقريبا إن شاء الله أنا متفائل خيرا أن هتتقلص هذا الدعم لهذه الجماعات أيضا توقفت أمام كلمة حضرتك أشارت إليها أن مصر تواجه حرب وجود طبعا الحقيقة يعني جملة تلخص ما نحن فيه وما نأمل أن نكون عليه حرب وجود يعني نكون أو لا نكون مصر تكون أو لا تكون يعني أنا أعتقد أنها جملة أنا توقفت أمامها كثيرا وتلخص معاني كثيرا أيضا توقفت أمام أن أهم حاجة أن الشعب المصري التحديات إحنا قادرين أن إحنا نواجهها وقادرين أن إحنا نصدها ولكن بشرط أن يتوحد الشعب المصري جيشا وشعبا في صف واحد وفي خندق واحد حتى يتصدى لهذه التحديات اللي لا يمكن هتفل من توحده ومن تلحمه مع بعض أيضا توقفت أمام جملة الحقيقة يعني أيضا مهمة وهو أن هدف هذه العملات الإرهابية هو كسر إرادة كسر إرادة مصر والمصريين وجيش مصر طبعا هنا كسر الإرادة الحقيقة أنا يعني فهمته أنه استمرار العمليات الإرهابية وامتدادها الزمني ده رهان رهان من الجماعات الإرهابية على أن في النهاية هيكسبوا وهيزعزعوا هذه الثقة اللي موجودة ما بين الشعب وما بين قيادته السياسية وما بين الشعب وبين جيش وبين الشعب وبين مؤسساته لكن أنا متأكد أن الشعب المصري هيكسب هذا الرهان وأن هذه القوى السوداء الإرهابية ستخزر هذا الرهان لأن حضارة الشعب المصري وتجاربنا وتاريخنا لم تكسر إرادة هذا الشعب أبدا حتى في أحلك الظروف طبعا ستدوى وضع حضرتك يعني كخبير عسكري حي خليني أبدأ بقى بالآخر وبعدين يبتدي ينفنت بعد كده بالنسبة لتنفيذ العملية ويمكن عملية أو اتنين من من سبقوهم واضح أنها مش عمليات إرهابية عشوائية أو بدائية إنما هي استراتيجيات عسكرية ممنهجة ومدروسة ومنظمة جدا هذه الاستراتيجيات أنا عايز أعرف حضرتك كيف نواجهها ده من ناحية ومن ناحية التانية هل بتربط بينها وبين أحداث أخرى يعني هل هي نوع من لإحباط طبعا عزيمة الجيش المصري العظيم هل هي رد على المنورات العسكرية الأخيرة وأخرها منورة بدر المشرفة جدا ده نوع من الرد عليها نوع من كسر عزيمة الجيش المصري فعلا المتعمدة وإزاي ممكن نواجه هذه الاستراتيجية الممنهجة المدروسة بالسلاح المتقدم اللي طبعا هنتكلم بعد كده عن مصادر تمويله من أين يأتي وبكل ده استراتيجية مواجهة القوى الإرهاب أو عناصر الإرهاب يمكن معروفة ومتدولة لكن أنا همر عليها مرور سريع بداية مهمة أوي أجهزة المعلومات والمنوطة بتقديم المعلومات أن تكون هذه المعلومات مستمرة وموقوطة ودقيقة حتى تحذر القوات اللي هي بتقوم بأعمال المدهمة والمواجهة على الأرض القوات الميدانية تحذرها دائما من العمل المضاد زي ما حصل في هذا الكمين أو زي ما حصل قبل فالمعلومات مهمة جدا جدا والمعلومات خلينا نتكلم بصراحة أكتر أنا متأكد أن أجهزة المعلومات لدينا سواء كانت أجهزة المخابرات بشقائها المخابرات الحربية ومخابرات العامة أنا متأكد وعن قرب وعن صلة بزملاء في هذه الأجهزة والله ما بيناموا ما بيناموش فعلا يعني مش بقول كده عشان يعني بيبقى بيتهم وأصارهم قريبة منهم على بعد أمطار أو دقائق ولكن بيوصلوا ليل بالنهار ولكن علينا أن احنا نبقى عارفين أن هذه العناصر دخلها تقنيات حديثة زي ما حضرتك أشرت بيعاونوا من أجهزة مخابرات دولية وإقليمية بتمدهم بالمعلومات الدقيقة الموقوطة من أجهزة رصد وأقمر صناعية وخلافه وده اللي إحنا لازم نحن نواجهه فعلينا أن إحنا نزيد من هذا الجهد للقائمين على جمع المعلومات ونمدهم بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة عشان يقدروا في الوقت المناسب يمدوا الوحدات على الأرض الوحدات الميدانية يمدوها بالمعلومة الدقيقة في الوقت المناسب يعني حضرتك بتشوف ومش بتشك يعني أنت متيقن من أنه هذه العمليات الأرهابية بتتم بناء على حصول مصادرها من مساعدات من جهات استخباراتية أجنبية بلا شك هي طبعا من هنا يعني في كلمة الرئيس المال أنه في جهات خارجية هي مش بتساند بس بتوفير المال أو التمويل إنما هو وضح أنه في توزيع أدوار يعني وضح أنه فيه هناك دول وجهاز استخبارات لدول بتمد بالمعلومات هناك فيه دول بيتم التدريب فيها للأسف هناك فيه دول أخرى من دول يعني الشقيقة بتمول توريد الأسلحة على أحدث النظم بالتعاون مع دول أخرى يمكن فيه بعض الدول اللي بنا نتكلم عنها وبعض الدول يعني ما فيهش أشياء ملموسة لكن بيكون معروف التعاون أو إنها ممكن تؤتمر من جهات أخرى فإحنا لابد من مكشفة بقى لأن خلاص إحنا دلوقتي مش في مجال اللي إحنا نجامل أو نقول هنا فيه موأمات سياسية أو هنا فيه علاقات ديبلوماسية يجب أن نرعيها هنا فيه أمن قومي لمصر وتهديد للدولة المصرية فيذن هذه الجماعات ما بتشتغلش الوحدة يعني إذن نقدر نقول إنه جماعة الإخوان هذه الجماعة الإرهابية هي أداة في يد قوى أكبر بتحركها لأغراض أكبر لمصالح مظبوط؟ لمصالح بلا شك بلا شك وأعتقد يعني سيد الرئيس النهاردة كان واضحا وكان صريحا وأصاب كبد الحقيقة كما يقولون وقال فيه دعم خارجي تركز على الدعم لأن الدعم المادي والأسلحة وخلافه أشياء معروفة لكن دعم المعلومات دي جزئية مهمة جدا جدا وعلينا أن نتعامل معها ونجابها بما يتناسب من معدات حديثة تمدى بيها أجهزة المعلومات طيب سيادة على نطاق الأمني الحقيقة فيه أكتر من أطروح وفيه أكتر من قرار التخز عايزين يتكلم فيه للمهم جدا هذه المنطقة الشائكة جدا شمال سيناء اللي هي دايما بتتواجد فيها بؤر الإرهاب والحقيقة إحنا يعني بدون الزعل بقى من دول الجوار لابد أن نعترف ونقول أن الشقيقة غزة أصبحت مصدر قلق كبير جدا للأمن القومي المصري لأن كل ما يأتي منها هو ينتقس من أمننا القومي ولا يزيده إغلاق معبر رفح عايز أعرف رأي حضرتك فيه وهل لابد أن يغلق إلى مال نهاية ونغلق هذا الباب ولا إلى أمد قريب طبعا بقي المعابر كلها لابد أن تغلق هذه المنطقة واعتبرها منطقة عسكرية واتخاذ القرار بإخلاءها وتهجير أهلها ولو لفترة زي ما حصل في مدن القناة وأنا أشارت في المقدمة للحفاظ على أرواحهم طبعا وما لا يريد أن يترك المكان إذن فهو متورط معهم دي ما لهاش طبعا بديل أو حالة تاني وفي نفس الوقت قانون تطبيق قانون هنا أو حالة الطوارئ في هذه المنطقة بتشوف أنه لو تم ده كله ممكن فعلا أنه نؤمن هذه المنطقة ونؤمن بوابة مصر الشرقية ونحافظ على الأمن القومي المصري أكيد خلينا نروح للجزئية الأولى من سؤالك تفضل وهي إغلاق معبر رفح إغلاق معبر رفح إجراء كان لابد أن يتم في مثل هذه الظروف طبعا مع مشاعرنا الكاملة والمؤيدة والمتعاطفة مع كل الشعب الفلسطيني هذا شيء وأمن قومي مصري شيء آخر فهذا إجراء كان لابد أن يتم لا جدال ولا نقاش فيه الإجراء الثاني الحقيقة الخاص بتهجير أو خلافه أنا نفسي أننا نفعل فكرة وهذه الفكرة مدروسة وموجودة وأعتقد أن أنا الأوان أن تفعل هذه الفكرة وهذه الفكرة ببساطة شديدة هي إخلاء عشرة كيلو من العمق غرب الشريط الحدودي اللي مع قطعة غازة العشرة كيلو دول فيهم تمركزات سكانية وفيهم زراعات وفيهم بعض القرى البسيطة الحقيقة ده إجراء أنا الأوان أن يتم وهي الفكرة موجودة ومدروسة ولكن تنظم بشكل لا نجور به على أهل نفسي هذه المنطقة أصبحت منطقة في منتهى الخطورة لأنها منطقة يعني إذا جاز التعبير عائمة على أنفاق عائمة على أنفاق والقوات المسلحة وقوات حرص الحدود بتبزي الجهد رهيب ولكن يعني دون الدخول في تفاصيل الجسم النافق بيبقى ليه زي فرع الشجرة كده أو زي جزع الشجرة وطلع بأنه أفرع أنت بتقطع فرع بيبدأ ياخد من جسم النافق الرئيسي ويفطع أفرع تانية فلابد أن هذه المنطقة بالكامل تخلى ويعوض أهلها بأرض أو ساكن آخر في العمق في محافظة شمال سيناء سؤال بسيط مراعاة لزروفهم زي ما حضرتك قلت هل تستطيع الدولة القيام بهذا الإجراء؟ تستطيع الدولة إذن فهو حتمي الآن أصبح حتمي لأن قواتنا المسلحة يدها مغلولة بقدر ما تبزل من جهود بقالها الآن أكثر من سنة في سيناء في مكافحة البؤر الإرهابية إنما يدها مغلولة لأنها خايفة على المدنيين ومش قادرة تعمل بحرية مش قادرة تعمل بحرية عشان تضمر منطقة الأنفاء اللي في هذه المنطقة لابد أن نكون هناك إجراءات يعني جزرية لابد أن يعني يتم تدمير جسد النفق نفسه مش مجرد فتحة نفق الإجراء ده لابد أن هذه المنطقة تخلى بالكامل لأن أي تفجرات بتؤثر على السكان اللي موجودين وأهلين هناك فلابد أن تخلى هذه المنطقة ويعوط سكان هذه المنطقة سواء كانوا عندهم أرض أو سواء كانوا في مناطق سكنية في العمق في سيناء هذه الدراسة أعتقد كانت موجودة في توقيت ما وكان فيه إجراءات لتنفيذها ولكن الأحداث بتاع صورة 25 يناير حالت دون التنفيذ أنا أعتقد أنه أنا الأوان أن هذه المنطقة 10 كيلو غرب خط الحدود الدولية لابد أن تخلى تماما حتى تعمل القوات المسلحة في مجال آمن وبحرية في هذه المنطقة لتقضي على أي تصربات من قطع غزة إلى الأراضي المصرية لأن هذه التصربات اللي بتتم بتتم بأشكال سواء عناصر سواء أفراد سواء أسلحة سواء دعم مدين كثير ممكن يتم من خلال هذه الأنفاء وينفزوا عماسهم ويعودوا مرة أخرى إحنا نقطع الشك باليقين وهذه المنطقة تخلى تماما من السكان ويعوض أهل هذه المنطقة بمساكن جديدة بالنسبة للشقة الثالث من السؤال وهو حالة الطوارئ هل حالتك شايف أنه قانون الطوارئ اللي بموجبه فردت حالة الطوارئ قد تحفظ الأمن والسيطرة للجيش والشرطة في هذه المنطقة بالقدر الكافي لأن حالة الطوارئ لما فردت هنا في القاهرة وقت الصورة كانت إلى حد ما بسيطة جدا وكان بتخترق وقيل بعدها أنه كان فيه بعض التسامح أو التهاوم في تطبيقها أنه لو تطبق قانون الطوارئ وفردت حالة الطوارئ كما هي هتكون راضعة جدا بداية ولا هم احتاجت عديل لا حالة الطوارئ تبقى لقانون الطوارئ 162 على 1958 كافي تماما بإجراءاته وبيدي حرية كاملة للقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أن تعمل بجد أنا بطمن حضرتك بطمن حضرتك إن لو إن شاء الله حالة الطوارئ هتطبق كما يجب أن تطبق وهتطبق في سينة كما يجب بطمن حضرتك أهلا بكم عدنا معكم مشاهدين مرة أخرى ومع ضيوفنا الأعزاء حينا كنا توقفنا عند نقطة مهمة أويسيات الليوة وهي الجدوى من فرض حالة الطوارئ ومدى فعالية قانون الطوارئ اللي حيطبق في هذه المنطقة ده حيقدنا أيضا أن هذه المنطقة لها أهالي إلى أن يتم أو يبت في موضوع التهجير من عدمه إنما هناك أهالي وقبائل وطبعا أهل سيناء هم جزء من أهل مصر ولهم موقفهم المشرفة في حرب 73 بلا شك ولكن لا بد أن نتكلم بصراحة ونقول أن هناك البعض كون بؤر حاضنة للإرهاب الدوافع أو الأسباب ممكن تختلف الحقيقة أو كل مكان فيه وفيه إما أن يكون هناك تحت التهديد أو تحت إغراء المال أو تحت إغراء المصالح أو تحت الاتنين أو لفقد سيطرة الشيوخ الكبار على شباب بعض القبائل ممن يتعاونون مع هذه الجماعات التكفيرية أو الإرهابية إما عن قناعة أو عن منفعة مادية هل يجب أن تتفق معها في الرأي ده في الأول ولا لا؟ وإزاي ممكن أن نقيده أو نقضي عليه رغم حساسية الكلام طبعا؟ أتفق مع حضرتك في الجزئية الخاصة في كلام حضرتك أن فعلا شيوخ وعواقل القبائل في سيناء فقدوا السيطرة بقدر كبير على شبابهم وأولادهم من الشباب اللي انجذبوا إلى أمور مخالفة زي تجارة أسلحة أو مخدرات أو خلافه وفعلا يعني زي ما بنقول كده بالبلد الفلوس جريت في إدين الشباب دول بالضبط وبدأوا يخرجوا عن نطاق السيطرة لتقاليد القبيلة وتقاليد أهلنا في شمال سيناء اللي كانت حاكمة تماما في هذا الموضوع أنا كنت قريب في فترة ما من هذه الأمور وأنا لمست بنفسي أدئي شيوخ وعواقل القبائل قمة في الوطنية وقمة في العطاء ولكن إيديهم مغلولة قدام أولادهم اللي شردوا منهم البعض اللي شرد لكن خلينا نعود مرة أخرى لا إحنا هنظل نتمسك بأن شيوخ وعواقل قبائل نفسينا برضو لديهم الكثير ليعطوه في هذا المجال وعندهم قدرات أخرى يستطيعوا أن يستنفروها وعلينا أن نحن نساعدهم عشان فعلا يعيدوا السيطرة ويعيدوا قواعد وأحكام رائعة كانوا بيتعاملوا بيها في السيطرة على مقاليد الأمور في سينة بطفق مع حضرتك طبعا في أهمية قانون الطوارئ نعم تماما كل إجراءاته لابد أن تطبق وهتطبق بمشيئة الله عشان يجيب جدواب فعلا طيب دكتور غنين أنا أريد أن أتكلم مع حضرتك في نقطة الحية وبعد كده طبعا سنعرف الدور اللي هو الرسمي للقوات المسلحة في هذا الشأن إنما أنا أريد أن أتكلم من أن العملية دلوقتي ما بقيتش عملية دور القوات المسلحة منما دور مجتمعي كامل هؤلاء الجنود والضباط اللي تم اغتيالهم بخصة وبندالة بالأمس هم هم مش لوحدهم لهم عائلات يعني هناك أولاد وبنات اتيتموا هناك زوجات ترملوا هناك من كان لهم هذا الظابط أو هذا المجند هو العائل الوحيد للعيلة اللي معتمدين عليه أنه لما يخرج هو اللي حيصرف عليها هو اللي حيقولها هذه العائلات ضاعت مش بس فقدت العزيز الغالي إنما هي ضغط أيضا من سيتكفل بيها العملية هنا مش عايزين نتكلم زي ما نتكلم دايما عن منح مكافأة لكل أسرة شهيد ببلغ كذا سورة رسمية لأنها مش دور القوات المسلحة بس مش دور وزارة الدفاع بس إنما هو أيضا دور المجتمع كله إذا قلنا المجتمع كله بيتصدى لمكافحة الإرحاب حالتك تشوف هنا من ناحية المجتمعية والدينية قبل المجتمعية ما هو واجب المصري المسلم تجاه ما حدث وتجاه عائلات هؤلاء الشهداء شكرا أستاذ عمر الحقيقة إن الإسلام في جوهره جاء ليتمم مكارم الأخلاق نعم إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق ومن أعلى قيم ومبادئ الإسلام الحب والتعاون والتكافل الاجتماعي فبالنسبة للحب نجد الله سبحانه وتعالى يتحدث عنه في كتابه الكريم بحيث يحب بعضنا بعضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يعني شاهد أن عنصر الحب حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن ذلك من أركان الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه واحدة مسألة التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين أنا بحط يعني أساسيات عشان نفرع عليها الكلام اللي إحنا هنقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالأمة والسهر وهذا تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى نأتي إلى مسألة التكافل التكافل الاجتماعي والترابط الاجتماعي نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقر لنا مبادئ وأسس ينبني عليها هذا التكافل مثلا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ما يسيبوه شي ضيع ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من قربه فرج الله عنه قربه من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه ومن سترى مسلما ستراه الله يوم القيامة مجموع هذه النصوص والمبادئ والقيم التي هي من كبريات الأخلاق والمبادئ الإنسانية ننطلق إلى أسر هؤلاء الشهداء ننطلق إلى أسر هؤلاء الشهداء نتراحم معهم نحبهم نعطف عليهم نساعدهم نأخذ بأيديهم نسري عنهم يعني أن يتحقق هذا التكافل من خلال المنافذ المجتمعية الموجودة حاليا اللي هي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وما إلى ذلك دي بقى ضرورة حتمية أنهم يقوموا بدورهم ده مبادئ إسلامية لمسندة هذه الأسر نعم لابد من مساعدة هذه الأسر معنويا وماديا بصرف النظر عما تمنحه القوات المسلحة بصورة رسمية بالزبط بصورة رسمية أو وزارة التأمينات كل ده لا يغني عن فقدان الأب أو فقدان الإبن العائل طبعا للعائل أو فقدان العائل لابد من تقاربنا واحتواءنا لهذه الأسر وتعاطفنا معاه حتى تكون جزءا من هذا الجسد الكبير جسد الشعب المصري وهذه كلها مبادئ إسلامية لا بد منها وضرورية في كل الأديان حتى بصرف النظر عن الدين الإسلامي فهي حقيقة لكل الأطراف سيادة اللواء عايزين نتكلم برضو الحقيقة في عجالة عشان الوقت بياخدنا بسرعة احنا كنا نتكلم قبل ما نطلع عن هواء أنه لا بد من عملية تطهير جزري للمجتمع المصري من كل بؤر الفساد الحقيقة مش بس على فكرة جماعة الإخوان الخطورة منها هناك الطبر الخامس هناك المساندين لجماعة الإخوان معنويا من الليبراليين ومن جمعيات ومؤسسات حقوقية لها أغراض خاصة يعني العملية المؤامرة أكبر بكتير لأنه لهم من يساندونهم أيضا ولهم من ينفذون لهم بطريق غير مباشر أغراضهم فلابد اتفقنا قبل ما نطلع عن هواء من عملية تطهير شامل لكل مؤسسات الدولة وللمجتمع ككل حتى لو كان قاسي أو احتاج قبضة حديدية للدولة ده طبعا هذا التغيير يستلزم تشعات يستلزم قوانين راضعة النهاردة يعني التأجيل الحقيقة الغير مبرر لصدور قانون مكافحة الإرهاب حالتك شايفه إزاي احنا في أشد الحجر اليوم بلا شك يعني حان الوقت أن يتم تطهير كل من هو غير وطني من كل مؤسسة الدولة حتى نسرع الخطة في نحو مصر الجديد الجزئية التانية أن احنا قانون محاربة الإرهاب أيضا هناك علامات استفهام كثيرة يعني لماذا لم يفعل ولماذا لم يعني أنا أعتقد أنه بقوله فترة طويلة تحت الدراسة وتحت 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 لا دي علامات استفهام هو قال الأول لصدور وتطبيقه فورا بلا شك طيب بلا شك عشان نفضل لنا للأسف دي أنا فجئت اسمح لي بس أنا عايز أقول حاجة النهاردة فيه جزئية أنا يعني بنشكر طبعا السيد رئيس الوزراء أنه أخيرا يعني لبى مطالب رأي عام وجماهير برحكة عاملة مدخلات كثيرة تعديل القانون الخطب المحكة من العسكرية يعني ده كان لازم يتم والحقيقة يعني يعني احنا بنشكر سيد رئيس الوزراء للحقيقة إذا طلبنا العدالة الناجزة السريعة يعني بلا شك طبعا القانون القضاء العسكري هيئة مستقلة وهيئة كملة وكل إجراءاتها تتناظر مع إجراءات القضاء المدني تماما ولكن الأهم فيها أن إجراءاتها سريعة وأنها بتوفر الوقت اللازم حتى يتم الدراسة في وقت ناجزة تماما أنا الحقيقة بشكر حضراتكم جدا على تلبية الدعوة أهلا بيكم كل عام وأنه يجري للعامل يجري وسريعا من انتهى الوقت سيكون لنا لقاءات أخرى نستوفي بها بقى النقاط لملحة ناشى النهاردة الحقيقة أن احنا نستوفيها بشكركم بشكر كل مشاهدين على حسن المتابعة ومرة أخرى بقدم التعازي بالنيابة عن نفسي وعن أسرة البرنامج وعن الإعلام تلفزيون المصري كله والقناة الأولى لكل أسر الشهداء ويعني الحقيقة مش عارف أقول إيه أتمنى أنها تكون آخر حادث وإن شاء الله أنها حتى لو ما كانش آخر حادث إنما سيكون التصدي لها بالمرصاد وبيد من حديد من التسعين مليون مصري مش من الجيش المصري فقط شكرا لكم إلى اللقاء